جلس سليمان على العرش يحكم بعد أبيه داود وكان رجلا رحيما عادلا في أحكامه لذلك قال الله له سأعطيك كل ما تطلب فاطلب ما تريد قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخر الله له الريحة تطاوعه وتجري حسب رغبته وسخر له الشياطين يطيعونه وينفذون أوامره ويصنعون له كل ما يطلب وعلمه لغة الطير والحيوان فصار يفهم ما تريد ويعرف كيف يتفاهم بعضها مع بعض فشكر سليمان ربه وزاد في العبادة ليديم الله هذه النعمة العظيمة عليه وفي يوم خرج سليمان في جيشه العظيم والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الشمس حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ثم وقف سليمان يستعرض الجيش ونظر إلى ناحية الطير فلم يجد الهدهد من بين الطيور فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وكان الهدهد قد ذهب وترك مكانه دون أن يستأذن منه فغضب سليمان وقال لا أعذبه عذابا شديدا أو لأذبحه أو ليأتيني بسلطان مبين يعني بحجة تنجيه من هذه الورطة وغاب الهدهد غيبة طويلة ثم عاد وقبل أن يسأله سليمان عن سبب غيبته أسرع يقول ليبرئ نفسه اطلعت على ما لم تطلع عليه وجئتك من مملكة سبأ بخبر صادق فلم يجبه سليمان لأنه كان غضبان فاستمر الهدهد يقول إني وجدت امرأة تحكمهم وهي ملكة غنية عندها من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ويعبدونها ولا يعبدون الله قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وجالس سليمان يكتب رسالة والهدهد واقف أمامه يرتعش ولا يعرف ما هذا الذي يكتبه الملك حتى إذا انتهى سليمان قال للهدهد اذهب بكتاب هذا إلى سبأ وألقه إلى بلقيس وانظر ماذا تفعل ويفعل رجالها بعد قراءة هذا الكتاب وعد إلي سريعا فأخذ الهدهد كتاب سليمان في منقاره وطار كانت بلقيس نائمة في سريرها في غرفة نومها وجاء الهدهد ودخل إلى الغرفة من نافذة كانت مفتوحة وألقى الكتاب عليها فسقط على صدرها وأخذت الكتاب وهي تعجب فما كان أحد يستطيع أن يدخل غرفة نومها لأن الحرس وقفون أمامها يحرسونها أخذت الكتاب وقلبته في يدها وفتحته وقرأته ثم جمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وقالت لهم يا أيها الأمراء والوزراء وأكابر دولتي إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وقد بدأه باسم الرحمن الرحيم وقد طلب منا فيه أن نترك عبادة الشمس وأن نعبد الله الذي يعبده وسكتت قليلا ثم قالت لهم أيها الناس قولوا لي ماذا نفعل إنني لن أفعل شيئا إلا برأيكم فقالوا لها إننا أقوياء عندنا الجيوش العظيمة ونستطيع أن نحاربه لو جاء لحربنا ومع هذا فإننا نترك الأمر لك فقالت لهم بالقيس هذا ليس بالرأي لأن الحرب تفسد كل شيء والملوك إذا غزوا دولة ودخلوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة فإذا جاء هذا الملك وحاربنا وانتصر علينا هدم بيوتنا وقتل رجالنا فنصبح ضعافا لا نملك شيئا فقالوا لها فماذا ترين أن نفعله فقالت بالقيس سأرسل إليه هدية وأنتظر ما يخبرني به الرجال الذين سأرسلهم إليه وأرسلت إلى رجل من كبار رجالها وقالت له سأرسلك إلى سليمان بهدايا فانظر ما يفعله وعرف لي قوته وعد إلي وأخبرني بكل شيء عرفته عنه وخرج رسول بلقيس إلى سليمان يحمل الهدايا وخرج معه رجال كثيرون وطار الهدهد رسول سليمان ليقص عليه كل ما جرى في قصر بلقيس قال الهدهد لسليمان إن بلقيس أرسلت لك هدايا كثيرة فأراد سليمان أن يعرض أمام رسول بلقيس عظمة ملكه فأمر الجن والإنس أن يجهزوا مكان الاستقبال فجاءوا بكل الأشياء الجميلة وزينوا بها المكان وجلس سليمان على كرسيه وأحاط به خلق كثير وظللته الطيور وجاء رسول بلقيس فلما رأى مكان الاستقبال لم يصدق عينيه لأنه لم ير في حياته مثل هذه العظمة أبدا ولم يرى الطيور تظلل إنسانا من قبل وشعر بأنه صغير أمام سليمان فتقدم وهو مدهوش وقدم إلى سليمان الهدية فرفض سليمان أن يقبلها منه لأنه لا يريد هداياهم ولكنه يريد أن يتركوا عبادة الشمس وأن يعبدوا الله ربهم الذي خلقهم وأعطاهم كل ما هم فيه من خير قال سليمان أتعطونني مالا إن الله أعطاني كل شيء وأنا في غنى عن أموالكم إنكم تفرحون بهديتكم ولكنني لا أفرح إلا إذا اهتديتم إلى الله وتركتم عبادة الشمس ارجع إلى من أرسلوك وقل لهم إني قادم إليهم في جيش عظيم لا يقدرون عليه وسأخرجهم من بلادهم وسأجعلهم أذلة بعد عز عاد رسول بلقيس إلى بلاده ودخل على الملكة فقالت له ماذا فعلت؟ فقال لها رد سليمان هداياك ولم يقبلها فقالت وهي تتعجب رد هداياك العظيمة فقال الرسول إن هداياك لا تساوي شيئا في ملكه إن الجن يسمعون أوامره والطيور تظلله من الشمس والريح تسير بأمره ملك لم أرى مثله في الملوك فقالت له بلقيس ماذا قال لك؟ فقال إنه سيأتي بجيش عظيم ليحاربنا إذا لم نترك عبادة الشمس ونعبد الله الذي يعبده فقالت له بلقيس فماذا ترى؟ قال لها أرى أننا لا نستطيع أن نحارب هذا الملك إننا إذا حربناه انهزمنا وخسرنا كل ما نملك فسكتت بلقيس قليلا ثم قالت سأذهب أنا لأقابله استعدت بلقيس للذهاب لمقابلة سليمان وقبل أن تترك مملكتها فكرت في أن تضع عرشها في مكان أمين لأنها كانت تخاف عليه فهو عرش عظيم يطمع الناس فيه فوضعته في غرفة وأغلقت عليه الأبواب ووقف على الأبواب الحراس يحرسون العرش النادر ولما انتهت بلقيس من حفظ عرشها خرجت وحولها الأمراء والوزراء ورجال الدولة وسافرت حتى اقتربت من مملكة سليمان فسمع سليمان ضوضاء الخيل والرجال وعرف أنها بلقيس ومن معها ففكر في أن يفعل شيئا عظيما لتعرف أنه أعظم ملك في الأرض وكان الهدهد قد وصف له عرشها وقال إنه أعظم شيء في مملكتها ففكر سليمان في أن يحضر لها في هذه اللحظة عرشها الذي أغلقت دونه الأبواب ليكون ذلك دليلا على قدرة الله الذي يعبده فجمع سليمان الجن والإنسى وقال لهم من منكم يستطيع أن يحضر لي عرش بلقيس قبل أن تصل بلقيس إلى هنا؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ولن يضيع شيء من جواهره في الطريق وقال رجل قوي الإيمان بالله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن تغمض عينيك وتفتحهما فأمره سليمان أن يحضره فقال له الرجل العالم انظر يا نبي الله إلى جهة اليمين فنظر سليمان فقال له الرجل العالم انظر يا نبي الله أمامك فنظر سليمان فرأى أمامه عرش بلقيس العرش عنده الذي أحضره الرجل المتصل بالله من بلاد بعيدة جدا في غمضة عين لقد استطاع الرجل أن يحضر عرش بلقيس من بلادها إلى بلاد سليمان في لحظة بينما بلقيس قطعت هذه المسافة في أسابيع وأيام نظر سليمان إلى العرش فرأاه مصنوعا من الذهب ومطاعما بالياقوت الأحمر ووجد أنه عرش جميل وتذكر أن الله أكرمه لأنه جعل في إمكان أحد رجاله في القصر أن يحضر العرش العظيم من بلاد بعيدة في لمحة عين فخفض رأسه في تواضع وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وأراد سليمان أن يختبر بلقيس فقال لمن كان عنده غيروا شكل هذا العرش لنرى إذا كانت تعرفه فأخذوا يزيدون فيه وينقصون منه وأمرهم أن يبنوا قصرا كبيرا من البلور ويضعوا فيه العرش فبنوه ووضعوا العرش فيه فكان يظهر كأنه وضع على الماء وجاءت بلقيس وقابلت سليمان وأخذها نحو القصر ثم أشار إلى العرش وقال أهكذا عرشك فأخذت بلقيس تنظر إليه وهي في أشد العجب إنه مثل عرشها ولكنها ما كانت تصدق أن أحدا يستطيع أن يحضر عرشها من مملكتها إنها وضعته في مكان أمين ووضعت الحراس على الأبواب لحراسته فمن يستطيع أن يحضره إلى مملكة سليمان؟ قالت كأنه هو فقال لها سليمان إنه هو عرشك وقد أحضرته من مملكتك الساعة فنظرت إلى سليمان وهي لا تكاد تصدق ما يقول فقال لها اذهبي إليه وانظري نظرت إلى الأرض فحسبتها ماء فرفعت ذيل ثوبها حتى لا يبتل من الماء فقال لها سليمان لا تخافي إنه صرح ممرد من قوارير فدخلت بلقيس ورأت العرش وعرفته فقالت هذا عرشي حقا وجلست بلقيس على العرش وقد عرفت أن سليمان نبي الله وأنها كانت مخطئة إذ كانت تعبد الشمس وآمنت بالله العظيم الذي يدعوها إليه سليمان فرفعت رأسها إلى السماء وقالت رب إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس والآن تبت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كلف سليمان الجن أن يبنوا لها محرابا فخما للصلاة وكانوا لا يعصون أوامره لأنهم كانوا يخافون أن يعاقبهم وفي ذات يوم وقف يرقبهم وقد توكأ على عصاه وكان المحراب قد قارب على النهاية وتعب الجن من العمل وأرادوا أن يستريحوا فنظروا إلى سليمان فوجدوه متكئا على عصاه فاستمروا في عملهم حتى انتهوا منه وفجأة سقط سليمان على الأرض فأسرع الجن إليه فوجدوه ميتا لقد مات سليمان من مدة طويلة وظل متكئا على عصاه وهو ميت وهم يحسبون أنه حي ولولا أن أكلت الأرضة عصاه ما دلهم شيء على موته فقال الجن لو كنا نعلم الغيب ما استمررنا في العمل لسليمان وهو ميت وما لبثنا في العذاب المهين إذا أعجبتكم هذه القصة فلا تنسوا الاشتراك في قناة قصص وحكايات وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد كما ندعوكم لكتابة آرائكم وتعليقاتكم حول هذه القصة العظيمة دعونا نشارك معنا القصص التي تعلمنا تؤثر فينا وتلهمنا